أطلق توزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وإقليم كردستان نتائج مسح التحليل الشامل للأمن الغذائي والفئات الهشة للأسرة في العراق لسنة 2016 وزير تخطيط سلمان الجميل أشار خلال مؤتمر صحفي أن مسح تحليل الأمن الغذائي والهشاشة للأسرة في العراق يعد أول مسح ميداني ينفذه الجهاز المركزي للإحصاء بعد عام 2014 لافتني لأنه يعكس الظروف المعاشية للأسر وتقييما وقعيا لحالة الأمن الغذائي لسيما بعد الأزمة الأمنية والاقتصادية التي شهدها العراق بعد عام 2014 مشاهدين ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا مباشرة من بغداد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبدالزهر الهنداوي سيد عبدالزهر أهلا بك معنا في البداية ما الذي شمله هذا التحليل أي ما هي المواضيع التي تطرق إليها هذا التحليل شكرا جزيلا للمساء الخير لكم ولمشاهدين الكرام حقيقة هذا المسح فعلا هو يعد الأول من نوعه في ظل الظروف التي واجهها العراق هذا المسح هو في دورته الرابعة هناك ثلاث دورات سابقة في سنوات السابقة ولكن قبل 2014 هذا المسح صلت الضوء من خلال العينة التي شملها في أغلب محافظات العراق باستثناء محافظتي الأنبار ونينوا وبعض الأقضية في محافظة كاركوك وصلاح الدين صلت الضوء على تفاصيل مهمة تتعلق بالمستوى المعيشي للأسرة في العراق وبالتالي كان الهدف هو الوصول إلى من هم غير الآمنين غذائيا والأسر كذلك التي تعاني منها شاشة غذائية حقيقة المؤشرات التي أظهرها المسح كانت تشير إلى أن نسبة غير الآمنين غذائيا في عموم العراق طبعا باستثناء محافظتي الأنبار ونينوا تصل إلى 2.5% يعني إذا حولناهم إلى رقم صحيح يشكلون حوالي 800 ألف إنسان هؤلاء يعانون أو هم غير آمنين غذائيا فيما بلغت نسبة الأسر التي تعاني منها شاشة الغذائية حوالي 53% إذا وزعنا هذه المؤشرات على مستوى العراق نجد في إقليم كردستان بلغت النسبة 2.1% نسبة غير الآمنين غذائيا وفي العاصمة بغداد 1.1% وفي عموم المحافظات وصلت إلى 3.5% فيما ترتفع هذه النسبة كثيرا بين النازحين وصلت نسبة غير الآمنين غذائيا بين الأسر النازحة إلى حوالي 5.6% كما يتركز غير الآمنين غذائيا أكثر في المناطق الريفية وصلت نسبة غير الآمنين غذائيا في الريف العراقي إلى حوالي 5.1% فيما بلغت 1.7% في الحضر أيضا هناك مؤشرات مهمة عن البطاقة التموينية أظهر المسح أن هناك 95% من العراقيين ما زالوا يعتمدون في تأمين متطلباتهم الغذائية على مواد البطاقة التموينية بالمقابل هناك 12% من الأسر تقوم ببيع هذه المواد الغذائية التي تحصل عليها من البطاقة التموينية لأسباب متعددة من بينها مثلا استبدالها بمواد أفضل أو لتأمين متطلبات أخرى قد تكون أكثر أهمية بالنسبة للأسرة أيضا هناك مؤشرات فيما يتعلق بهذا المسح عن واقع الأطفال فيما يتعلق بالتقزم وشلل الأطفال والهزال وهناك أظهر المسح نسب أن هناك 16% تقريبا من أطفال يعانون من التقزم وهناك 6% يعانون من شلل الأطفال وهناك 3% يعانون من نقص في الوزن حققت هذه المؤشرات تعد مهمة بالنسبة لنا كمخططين وراسمي سياسات ما هي أسباب تعرض هؤلاء الأطفال لهذه الحالات من التقزم وما شبهها؟ هل تطرق إليها هذا المؤشر؟ نعم هو بالحقيقة نعم من الأسباب هي أساسا الأسباب التي تسببت بحدوث حالة من اللا أمن الغذائي أو زادت من نسبة غير الأمن الغذائيين هناك سببين السبب الأول هو ظهور داعش وما نتيج عنه من موجات نزوح كبيرة هؤلاء النازحين حققت عرضوا إلى كثير من الضغوط وكثير من المشاكل أدت بالنتيجة إلى أن يصلوا أو يكونوا غير آمنين غذائيا أيضا بالإضافة إلى ذلك الوضع الاقتصادي خلال السنتين الماضيتين حققت تنأثر بشكل كبير هذا معروف واضح ولكن سيد عبد الزارة سألتك عما ذكرت من ظهور حالات لتقزم للأطفال وغيرها من الأمراض شنو السبب؟ نعم هذه الأسباب تعود أساسا الولادات عند الأطفال بسبب قلة الغذاء عند الأمهات طبعا بالنتيجة ينأكس سلبا على الأطفال وبنتيجة يصابون بكثير من الأمراض بكثير من حالات الشلل أو غيرها من هذه الأمراض التي عاني منها الأطفال دون سنة الخامسة يعني بالنتيجة تعود إلى الأم الخطط التي وضعتها وزارة التخطيط مثلا لنقول كحلول لخفض مستوى خط الفقر هذا نعم هو بالحقيقة احنا ما زلنا نعمل في النسخة الأولى من استراتيجية تخطيط الفقر التي أطلقت في العام 2010 عمرها ينتهي أو انتهى عند سنة 2016 اليوم الوزارة تعمل جاهدة على الانتهاء من إعدال استراتيجية جديدة استراتيجية الفقر لسنة 17-21 هذه استراتيجية ستأخذ بنظر الاعتبار تحسين الواقع الصحي والصحة والسكن والتعليم وكذلك الدخل بالنسبة للأسر الفقيرة فإذا ما تحدثنا عن الجانب الصحي بنا المؤكد أن هؤلاء الأطفال الذين يعانون من هذه الأمراض أكيد سيكون هم هدف هذه استراتيجية من خلال تحسين مستوهم الصحي سواء كان للأطفال أو للأمهات أو للأسر بنحو عام نعم كنت معنا من بغداد مباشرة المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهندوي شكرا جزيلا على حضورك معنا